تعالوا بقى نروح لمرسلنا كريم أحمد في ملعب المباراة نتطمن منه على فريق النادي الأهلي وتجهزاته الأخيرة مساء الخير يا كريم مساء الخير عليك يا كابتن الكبير كابتن أيمن شوقي وراحب بيك طبعا في البداية وكل التحية لكل جمهور النادي الأهلي بالتأكيد يا كابتن أيمن لكل منتظر هذه المباراة بيرامز النادي الأهلي في استادة 30 يونيو في الجولة العشرة من بطولة الدور العام حالة تركيز كبيرة جدا مع نوعات مرتفعة في جدية وإصرار كبيرة كابتن أيمن لدى العيب النادي الأهلي كان واضح من التدريبات الأخيرة وتحديدا التدريب الأخير لبيتسو موسماني مع فريق النادي الأهلي على ملعب مختار التجه المباراة لها أهمية كبيرة جدا عارفين إنها مباراة ب3 نقاط زيها زي أي مباراة لكن لا حسابات خاصة مع اللاعبين ولا حسابات خاصة مع الجماهير النادي الاهلي بيمشي بشكل مميز جدا في بطولة الدور العام مباراة كبيرة بحجم مباراة اليوم مباراة فيرمز والنادي الاهلي محتاجة شغل كبير جدا من لعيبة محتاجة شغل خارج الخطوط من فيدسو موسماني الكل اشتغل بشكل كبير النادي الاهلي استعد بكل جدية لدي المباراة كابتن محمود الخطيب يمكن تواجد في احد التدريبات الاخيرة لفريق النادي الاهلي رسالته بيكون موجودة ورسالته بيكون واضحة مش محتاجة كلام يا كابتن ايمن ومش محتاجة كابتن محمود الخطيب يتكلم مع اللعب على قد موجوده بيبقى ليه تأثير بشكل كبير جدا يا رب ان شاء الله النهاردة كل الظروف يكون مهياء الفريق النادي الاهلي لحظة ثلاث نقاط هيكونوا مهمين جدا في مسيرة النادي الاهلي وحفاظه على لقب بطولة الدور العام للموسم السادس على التوالي اول المرة الستة على التوالي ان شاء الله كل الامور النهاردة تكون معانا التحكيم كمان يمكن انا سامع كابتن ايمن بتأكد طبعا على الحكام طبعا وجاهزية كابتن جهاج جريش والتاقم التحكيم بالكامل لكن زي ما انت قلت يعني عايزين حقينا كمان يمكن حاكم الفارة نهاردة الكابتن طارق مجدي يا رب ان شاء الله بإذن الله القرارات يكون موفق فيها في القرارات اللي يكون في المباراة لان المباراة نهاردة فنين يكون فيها شد وجذب يكون فيها التحامات ويكون فيها قوة وده اللي اكد عليه الحقيقة بيتسو موسماني المدير الفني الفريق النادي الاهلي في المحاضرة الاخيرة الفنية اكد على اهمية المباراة دخلنا يكون قوي جدا في بداية المباراة الراجل اشتغل على التمركزية اشتغل على نقاط القوة الضعف والصغرات واكد قال لابد ان احنا نركز فقط في المباراة مش عايزين اي تشتيت مش عايزين اي لعيب من الفريق المنافس يطلع لعيب النادي الاهلي من تركزها الكبير البروفة مهمة وبروفة أخيرة لفريق النادي الأهلي قبل السفر إن شاء الله إلى كأس العالم ليا الأندية الحلم الكبير اللي كان بيحلب بيه كل جمهور النادي الأهلي لكن زي ما النادي الأهلي معودنا وزي ما لعبتم معودانا خاطوة بنخلصها بنقفلها نبدأ نفكر في القادم إن شاء الله وصلنا أكيد وصل فريق النادي الأهلي وفريق بيرامدز إلى استعاد الدفاع الجوهي الكل بيستعدي لسه منتظرين طبعا كابتن أيمن تشكيل الفريقين تشكيل فريق النادي الآلي وأيضا كمان تشكيل فريق بيرمز لكن يعني در أقول لك كده من التشكيل الأخير أو يمكن من التدريب الأخير لفريق النادي الآلي التشكيل المتوقع حتى هذه اللحظة في حراسة المرمى الشناوي خط الدار من الشمال مين علي معلول أيمن أشرف بدر بنون محمد هاني فيها المنتصف حمدي فتحي وأيضا عمر السلية على الأطراف حسين الشحات طار محمد طار فيها الوجوم محمد مجدي أفشا محمد شريف ده الأقرب بشكل كبير جدا يا كابتن آيمن حتى هذه اللحظة لكن تعارف المتغيرات بكم متجددة بشكل كبير ممكن أي لعيب يبقى عنده أي كرامب ولا حاجة فيها التسخينة وكده لكن منتظرين إن شاء الله التشكيل الرسمي لفريق النادي الآلي في خلال لحظاته كالعادة يكون معاك إن شاء الله ويا رب يا رب إن شاء الله النهاردة يكون مباراة جيدة لفريق النادي الآلي تفرح كل جمهور النادي الآلي نقاط المباراة وأيضا كمان الأداء اللي بيصعد كل جمهور النادي الآلي أنا معاك يا كابتن آيمن لو فيها صفصات تفضل يا كابتن آيمن كل اللعيبة جاهزة النهاردة إن شاء الله ولا فيه إصابات يا كريم الكل جاهز الحمد لله كابتن آيمن طبعا بالنسبة للعبين كلهم طبعا باستثناء وليد سليمان وإن كنت ذكرت الإصابات أنا عايز أقولك على لفتة طيبة ومهمة جدا تتدل على الخيمة الكبيرة لوليد سليمان أحكبات النادي الآلي وليد سليمان كان متواجد في فندو اللي قامة من الساعة واحدة الدور النهاردة تواجد مع اللعبين اتكلم مع اللعبين شد من أذر اللعبين ومتواجد كمان فيها المدرجات للمشاهدة والمتابعة ومؤذرة لعبتن للنادي الآلي إصاباتنا يمكن أنت عارف طبعا إن كان هو جونيور أجايلي خلاص يمكن هو دخل في مرحلة التقيل الكبيرة وشارك فيها التدريبات لكن فيه تأني بشكل كبير جدا على الدفع به في المباراة محمود وحيد يمكن رؤية فنية لبيتسو مسماني أكرم توفيق أيضا يمكن هو إجابية المسحة يا رب إن شاء الله النهاردة كمان المسحة اللي عملها تطلع سلبية بإذن الله وأيضا كمان نقدر نقول خلاص أكرم توفيق ومحمود وحيد وجونيور أجاييه وأوليد سليمان هم دول اللعيب اللي هذيب لكن الكل جاهز الكل النهاردة إن شاء الله على قلب الرجل واحد المباراة تتحسم النهاردة بحاجتين يا كابتن أيمن شخصية النادي الآلي وروح الفنينة الحامرة ده اللي بنرع عليه وإن شاء الله بإذن الله لعبتنا تكون على قدر المسئولية ويقدر لعبة النادي الآلي تسعد مئات الملايين من جمهور النادي الآلي شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم أحمد وكل التوفيق للنادي الآلي بالفوز إن شاء الله في ماتش النهاردة